ملف المعتقلين كان الأبرز على طاولة مشاورات السويد والعقدة الوحيدة في الملفات اليمنية المنفرجة والتي ستكون نتيجتها خروج عدد كبير من المختطفين والمخفيين قصرا من السجون في عملية تبادل بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي عام آخر لعذابات المختطفين في سجون مليشيا الحوثي وكذا المخفيين في سجون التحالف مر أيضا ولا يزال العديد في ظلمة الزنازين السحيقة لتكون النتيجة أربعة أعوام أربعة أعوام من الاختطاف والغياب والحرمان فترة زمنية كافية لقهر عائلات المختطفين وأحبائهم أربعة أعوام لنضال رابطة أمهات المختطفين وهي التي تأسست من قهر إخفاء أبنائها في السجون دون سبب أو جريمة كبيرة كانت أو صغيرة ومن حياة مع وقف التنفيذ لأولادهن المغيبين ليبقى صوتهن عاليا حين أخرصت الأصوات سواء من الخوف أو التبعية أو قلة الحيلة المخلص تحول إلى جلات هي عبارة لتلخيص حكاية المخفيين في سجون التحالف تحديداً الإماراتية منها خاصة بعد ظهور القضية للعلن بفضل تسليط الضوء عليها من قبل تقارير حقوقية وتحقيقات صحفية دولية والكشف عن سجون سرية كثير من نزلائها فارق الحياة تحت التعذيب أما سجون الحوثيين فيكاد لا يمر يوم دون مختطفين جدد ينظمون للقائمة حتى أولئك الذين يفرجوا عنهم يتم تعويضهم بالمزيد رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمت السلام الحاج كشفت عن وجود أكثر من ألفي مختطف ومخفي قصرياً في سجون الميليشيا يتعرضون حالياً لأبشع أنواع الانتهاكات والعدد في تزايد يومي عالم مظلم إذن يعيش فيه المختطفون بينما تناظر أمهاتهم لإخراجهم منه فهل سيكون العام الجديد والذي سيبدأ بالإفراج عن عدد كبير منهم في عملية تبادل بداية لتحرير جميع المختطفين وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي أم أن لقصة السجون المفتوحة بقية ترجمة نانسي قنقر